لم يخطر يوماً ببالي أحد أن يتحول الصراع على النفط والثروات لأن يصبح صراعاً على أجهزة التنفس والكمامات إلا أن كورونا جعل الأمر واقعاً يكشف عن فوضى عالمية لم تكن في الحسبان وأصبح الحصول على جهاز تنفس صناعي وكمامة مسعى للعديد من الدول لتقوى على مكافحة الفيروس ولم يعد غريباً أن نسمع في وكالات الأنباء عن أخبار سرقة أجهزة تنفس صناعي وكمامات كما حدث في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا كان أخيرها اتهم وسائل الإعلام الإسبانية الحكومة التركية بالسطو على طائرة محملة بأجهزة التنفس الصناعي كانت متوجهة نحو مدريد قادمة من الصين ويسارع المخترعون والأكاديميون وشركات صناعة السيارات وشركات طيران من أجل إنتاج مئات الألاف من أجهزة التنفس الصناعي وتنازلت شركة ميترونيك أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي عن حقوق ملكياتها الفكرية لأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها حيث قامت بمشاركة كل التصميمات الخاصة بالجهاز مع الدول للبدء في تصنيعها فورا من أجل إنقاذ مرضى فيروس كورونا وأعلنت أنها تعمل على زيادة إنتاجها من أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة السيارات سلة من أجل المساعدة في عمليات التصنيع فيما يخص المعدات الطبية عربيا تعمل مؤسسات علمية في مصر على اختبار فعالية النموذج الأول من أجهزة التنفس الصناعي وفي حال نجح التجربة فسيتم الإنتاج الفوري وتتعاون جهة عدة في مصر لإنتاج أجهزة التنفس التي من المقرر أن تكون أقل تكلفة من استرادها خارجيا تجربة أخرى أعلنت عنها بيرو والتي بدأت تصنيع أجهزة التنفس ميكانيكية لمساعدة البلاد على مواجهة النقص العالمي في الأجهزة الطبية وتم الكشف عن نموذج أولي لجهاز التنفس الصناعي من قبل ضباط جيش وتتوقع السلطات الصحية أن يكون لديها مجموعة من مائة جهاز بحلول مايو لكن الهدف هو تصنيع خمسمائة جهاز على الأقل وهو إنتاج ستقوم به البحرية البيروفية والجامعات والقطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر